أخيراً قد حل فصلي المفضل فصل الشتاء حيث لا شيء أحب إلى نفسي من مراقبة قطرات المطر وهي ترتطم بزجاج غرفة جلوس منزلي وأنا أحتس قدح من مشروب ساخن أو التدثر تحت ملاءة دافئة وأنا أطالع رواية المسلية ولكن بالنسبة للبعض فإن فصل الشتاء يكون قاسياً للغاية لسيماً نازحين والمشردين الذين لا مأولهم يقيهم قرص السقية وما أكثرهم للأسف هذه الأيام لذلك إن كان بمقدورك التبرع بما لديك من ملابس شتوية زائدة عن حاجتك أو ببطنيات أو بأفرشة أو بنقود لشراء أجهزة تدفئة وكنتم داخل ليبيا فاتصلوا بجمعية عائشة أم المؤمنين رقم 098-607-3340 أو 091-431-4520 السيد فرج عمر أو بالسيد يونس علي جودر رقم 094-323-48-98 حيث سيقومون بإذن الله لإيصال تلك الأشياء إلى محتاجيها ربما قد لا تكون بحاجة إليها وتملأ عليك فقط خزانتك إلا أنها قد تسهم في إنقاذ حياة طفل فقير تبرع ولا تتردد وننتشارك معا في نشر الدفء على الجميع يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخي كلنا لديه ذلك الصديق وفي حالة أصدقاء الشخصيين فأنا هو الذي ما أن نخبره عن حماساتنا لمشاهدة فيلم أو مسلسل ما حتى يبتسم باستهزاء يخبرنا بأن الكتاب الذي استوحي منه الفيلم أو المسلسل أكثر تسليه وبه تفاصيل وأحداث أكثر ليتركننا نتساءل أين يمكننا الحصول على ذلك الكتاب رعاتنا الرسميون مكتبة الرسالة العالمية لديهم الجواب لدى مكتبة الرسالة العالمية سوف تجدون جميع تلك الروايات التي تكتبس عنها الأفلام هاري بوتر ذو ويتشر جاك ريتشر شورلوك هولمز لورد оф the rings game of thrones التي تستمعون إلى لحنها هنا جميعها بطبعات أصلية ومقابل أسعار مناسبة وإذا كان الكتابك المفضل غير موجود لديهم فلا تقلق بإمكانهم جلبه لكم بأسرع وأقل تكلفة مما يتطلبه شرائه عبر الإنترنت مكتبة الرسالة لا تبيع الروايات فقط حيث لديهم الكتب الدراسية والقواميس والمراجع في كافة المجالات العلمية وإذا لم يكن بمقدورك الذهاب بنفسك للمكتبة أيضا لا تقلق فلديهم خدمة التوصيل كذلك فماذا تنتظرون عالم من المعرفة ينتظركم بمكتبة الرسالة العالمية زوروا صفحتهم في وصف هذه الحلقة واتصلوا بهم للحصول على ما تريدون من الكتب فقط اخبروهم أنكم من مستمعي البودكاست وبأن البروف هو من أرسلكم مكتبة الرسالة العالمية جسركم إلى المعرفة العالمية أنا ذا بروف على الشريف ومع أيضا فنومنال خالد الشريف وهذه مراجعتنا لأرض إلمنيشن شيمبر من WWE لسنة 2024 ضق الجرس وانتهت المباراة فهل هذه هي النهاية؟ فكروا ثانية بعد الجرس يحلو الكلام بعد جرس الختام عروض مباريات نتائج تحليلات تقيمات مع خالد الشريف وعلى الشريف بعد الجرس يأتيكم من أسرة بودكاست في الحلبة بسم الله الرحمن الرحيم عزاء المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست بعد الجرس حيث يحلو الكلام بعد جرس الختام معكم بحدثكم دبراف على الشريف وإلى التحقبي في هذه الأمسية الشتوية الممطرة والجميلة من السلوهات منزل المتواضع هنا في عنزارة بطلاب السليبية صديقي وصديقكم محللنا النشط طفنا مرال خالد الشريف خالد كيف حالك اليوم؟ الحمد لله كيف أنت؟ الحمد لله رب العالمي ورحب بك يا خالد كما ورحب بجميع مستمعين الذين التحقبين للاستماع إلينا في هذه الحلقة من الباكاست والتي تأتيهم عبر ومنصاته المتعددة وبقية منصات الاستماع الأخرى كذلك يمكنهم الاستماع إلينا عبر قناتنا على يوتيوب قناة خارج الصندوق للإنتاج الإعلامي ويمكنهم أحيانا الاستماع إلينا عبر أثير التردد 96.9 FM في مدينة طرابلس قناة LYFM صوت الشباب فحيث مكانه في أرجاء هذا العالم الفسيح وأي مكانة الوسيلة التي اختاروها للاستماع إلينا عبرها نرحب بهم جميعا فردا فردا في هذه الحلقة من الباكاست التي تأخرت قليلا خلينا شوية وقت لمستمعين الناس ربما ما تحصلوش فرصة لمشاهدة عرض إلمانيشن شايمبر خلينا نعلم بعض الوقت لكي يتمكنوا جميعا من المشاهدة وهو جينا مع بعضنا الآن للاستمتاع بالحديث حول ما حصل في ذلك العرض وتحليل مجريات بعدما بيبدأ يا خالد العرض كان في موعد غريب بعض الشيء يعني بتوقيت أستراليا صح وكان مساء لكن بالنسبة لأننا نحن في النصف الثاني من الكرة الأرضية كان صباح وكان ظهيرة في بعض الدول وبالنسبة للورة المتحدة كان في الفجر فأعتقد الأمريكان جربوا المعاناة التي نعاني منها نحن عندما تكون العروض لديهم ونضطر لمشاهدتها في أوقات غريبة بعض الشيء صحيح نستطيع برغم ذلك أعتقد بأن ردود أفعال الناس حوالي العالم حيال هذا العرض كان جيدا لأن العرض من وجهة نظري مبدئيا كان عرضا جميلا سنتعرف على كل ذلك في مجريات هذه الحلقة العرض صحيح كان إيجابي بالفعل ما ردتش فيه أي حاجة تسيء ولا أي باتش ولا أي حاجة يقول لأنني قاعد نضيع في وقت لنفرج عليه لكن موجة نظري خاصة اللومانيشن شيمبر السن اللي فاتت كان أحسن اللومانيشن شيمبر السن اللي فاتت كان من أحسن على بطولة بالتأكيد هذا كان عنصرا مؤثرا في فعلنا نحن مع الميليشن شيمبر ونتك منتعطيتها في تقييماتنا للسنة أفضل عرض لسنة 2023 فمن الصعب اللي نعله عليه لكن أيضا الحدث هذا اللي أقيمه في بيرتل أسترالية أعتقد أنه كان عرضا جميلا هو الآخر وأعتقد أنه أحد أسباب اللي جعلت هذا العرض جميل هو أن المباريات كانت قليلة WWE ماشيين بنظرية أو نقوله الكيف على الكب يفضلون أن يقدموا أشياء كيفيا كويسة على أنهم يقدموا كم كبير من المباريات وتكون في جلها سيئة وهتطلع معك مباراة ومبارتين كويسات هذه الطريقة المتابعة من شركة أخرى لكن نرجع للWWE وهذا العرض الصغير في عدد مبارياته ولكن الهائل في القيمة الكبيرة اللي طلعت منها لاحقة وربما يخال الجاب المنخشوا في هذا كله نبقوا نتكلموا على أحد الغائبين الباليزين في العرض اللي هو R-Truth R-Truth الذي ذهب إلى أستريا وليس إلى أستراليا أستريا لو أنتم مش عارفين شن النقطة أستريا بالإنجليزية هي النمسا بالضبط فهو قانون العرض في أستريا هو بالعرض كيف قرهها أستريا وبالفعل ذهب R-Truth إلى النمسا إلى أستريا وبعدين فيه فيديو طريب جدا له على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يتساءل إلى الجميع هم ذهبوا إلى أستريا في النصف الجنوبي من الكل الأرضية وهو ذهب إلى الشباب الغاني النمسا في جوار ألمانيا ويتساءل إلى الجميع بفعل الجميك بتاع R-Truth من أجمل وبالأروع الجميك التي أراها طيلة مسيرة متابعتي لمصارات المحترفين ومستمتع جدا بشخصية المريوح اللي يدير فيها R-Truth بصراحة R-Truth أنا تعمل فيه سمو ألزهايمر He's amazing خالد أنا مستمتع بيدير فيه بشكل غير عادي لكن الآن خلينا نخش في مباريات هذا العرض الرائع جدا والذي أقيم يا خالد بيحسب المعلومات اللي قدامي في The Optus Stadium هذا الملعب يتسع المفروض لأكثر من 70 ألف مشاهد العدد كان أقل كان معانا 52 ألف و 590 مشاهدا يا الله هو عدد ضخم وكان بإمكانهم يجيبه أكثر لو أنه Roman Reigns و The Rock تنازل وتواضع وتعطف ومشوه مع الـ WWE أعتقد بأنهم كانوا حيعبوا الصالة ولكن للأسف The Rock طبعا هو مشغول جدا أقوله هساخرا وRoman Reigns أكثر واحد كسول في العالم يعني ما نشعارف أني علشي مخليني الحزام على كتفة لحد الوقت هذا كله فلم يذهب مع الـ WWE إلى هذا العرض وسيام بانك أيضا كان متغيبا على العرض بسبب الإصابة التي يعاني منها وPunk كان قد أرسل لسالة مؤثرة إلى متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي الراجل يعتذر لعدم قدرة على السفر ويتأسف للناس بيقولهم إن قلبي معكم هناك في بيرث وكنت أتمنى أن أؤدي أمامكم ولكن مفاة كلامه قدر الله ما شاء فعل أنا مش قادر نجيب لظروف خالج عن يديي وأرجوكم سامحوني والحق يعني أنا حاس أن PUNK مش محتاج يعتذر لنا PUNK قدم الكثير في مسيرة رائعة جدا في المصارعة لو اعتذر اليوم أنا أعتقد أن مسيرة الدخل بالراحة أكيد طبعا فهو ليس بحاجة للاعتدار ومع هذا أنا قدرتها منه وأكبرتها منه مجرد اعتداره وإحساسه بالدم يعني هو مش قادر غير رومان رينز وغير The Rock الذي اكتفى بإرسال ذلك المقطع الفيديو للحقير الذي أرسله شفت أنت يا خالد وهو يتكبر علينا ويقولون أنني مش محتاج أن نسافر لكن قلولي لو جبرونيز الزوز كودي وستراننز لو تكلموا علي قلولي بس باش نجيهم أنا بيسرع من البرق ونلقوا يحساسه بروحه فعل Black Adam The Rock حالة The Rock حالة آه والله فشتام ما بين هذا وهذا يعني بين CM Punk وبين The Rock Room الحمد الحمد لله الذي جعل أعداءنا حمقا الحمد لله وصدق من قال الغباء جندي من جنود الله أحسنت نرجع يا خالد لعرضنا اللي قلنا وقيم في The Optus Stadium وكان عدل الجمهور الحاضر 52 ألف والعرض لم يكن فيه سوى خمسة نزالات عندنا واحد في الكيكوف شو وضيف في اللحظة الأخيرة لأن اندي هارتويل أسترالية وكانوا حابين يحطوها قدام الجمهور في الأرض ثم أربع نزالات فقط هي التي كانت في هذا الأرض هنشوفوه مع بعضنا يا عزيزي خالد لنذهب بالنسبة للكيكوف شو كما قلنا كان عنا نزال تنائي تاكتي ماتش للنساء ما بين الفريق المؤلف من كاندس داري وإندي هارتويل ضد فريق The Kabuki Warriors أوسكا وكايري سين ما عندي ما أقول طبعا في The Kabuki Warriors خاصة كايري سين إنهم هم الزوزة نينجا ماسترز أعرف أن مقاتلات نينجا محترفات من عمرهم خمسة ستة سنين من عمر الأدفار يعني حتى فريق كاندس داري وإندي هارتويل وإندي هارتويل كما قلت خالد كانت خالد قليلا في فترة من الخطرات لكنها بدأت تحسن لأنها صغيرة في السن وحديثة في الحربات وقاعدت تتعلم فواضح أن التعليم بدأت ترفيها واخذها في التحسن رويدن رويدن وانا نعطيها سنة أو اثنين بالكثير حتكون زي نجمات المين راستر عندها القدر أنها تكون مصارعة كويسة كاندس داري معلمة مصارعة أستاذة أما The Kabuki Warriors راهم يا جماعة غريبات ما يغركم إش حجمهم الصغير خاصة البنت هذه اللي اسمها كايري سين قعدنا أنا وخالد ونحن نشاهد العرض نركز على حركات كايري سين بالذات البنت نينجا يا جماعة دير في حاجات في الهواء ما نقدرش نتخيل إن إنسان طبيعي يقدر يديرها كأنها تقلد في القطط في حركاتها مش زي البشر هي إنها تقدر تفرمل في الهواء تشد فرينه يعني حي نقوله بلاجتنا في ترابلس وتتوقف في منتصف الهواء وتدير حركة It's amazing لما تدير حركاتها بـ slow motion أنا ما شفتش في حياتي حد يتحرك في الحركات الأكروباتية في الهواء زي كايري سين She is amazing إلا واحدة أيوش راي بس هي الوحيدة اللي زيها في نفس المستوى النزال كان جميلاً ربما عابه فقط إنما كانش طويل جداً ثمانية دقائق وخمسة وخمسين ثانية يعني قل من عشر دقائق وانتهى بفوز The Kabuki Warriors في نزال أنا حنقيمة بـ 3.5 نفس الشي 3.5 وكان فوق مستوى نزالات الحلقات العادية ومناسب للعرض هذا وخاصة في المكان اللي هم فيه عفارم عليهم ندخل الآن إلى جزء الـ Pay-Per-View من العرض ولو إنها الحقيقة لم يعد Pay-Per-View هو الآن يسمى فيهم Premier Live Events لكن يقولوا الجزء اللي هو مش الكيكاوف وهذا الجزء بدأ بنزال النساء في الـ Elimination Chamber ويا له من نزال عنا يا خالد نخبة من نساء WWE في قفص واحد وهولا النسوة سوف يتواجهنا في واحد من أقوى نزالات الـ Chamber التي أراها منذ زمن عنا باكي لينش ضد نايومي ضد تيفيني ستراتون ضد ليف مورغن ضد بيانكا بالير ضد راكيل ردريغيس عنا أحجام مختلفة عنا أساليب مختلفة عنا أماط مصارع مختلفة عنا دول مختلفة تحس كأنه كاس عالم للمصارع باكي لينش أيرلندية عنا راكيل مكسيكية It's amazing عنا خليط غريب من المصارعات داخل الحلبة وقدمنا سيمفونية داخل الحلبة طبعا أنا في ملاحظة قلتها في المباراة عن ليد مورغن بالتحديد أنت لما شفتها خشت للحلبة قلت أنها أضعف وحدة قلت لك لا ما تستخفش بها هادي أنين شوفها الجوكر متاع المباراة قصيرة مكيرة وفعلا كانت هيكي قصيرة مكيرة والجوكر تعبتهم كلهم ودوختهم كلهم وصمدت للنهاية في المباراة من المصارعات اللي فعلا لفتنا انتباهي في هذا النزال تيفيني ستراتون تيفيني ستراتون مرشحة وبقوة إن حتكون خليفة شارلت إلا لو استمرت بالسلوب الانتحار اللي يتلعب به هذا؟ آه لو فعلا لو استمرت فين هتقدي نفسها هذه الطريقة فعلا ممكن تقصر من فترتها في الحلبة لكن الطريقة اللي اتحرك بيها وكبوتها البدنية وسرعتها بجد كنت أتوقع أن شارلت لا تتكرر لكن تيفيني ماشي على نفس المسار باكي لينش غني عن التعريف أراها من أفضل المصارعات من زمن مش بس الآن نيومي كانت شوية كانت بطيئة بعض الشيء حسيتها متثاقلة في الحلبة مش عافش نقصتها بالظبط فعلا تنحسي أضعف واحدة رغم أن الكل كانوا ممتازات حتى راكيل اللي احنا ضادمينها كلهم كانوا ممتازات إلا أن يومي كانت آف راكيل يا خالد قصة بروحها راكيل كافر ناش نسخة نسائية أندر تيكر نسخة نسائية شين هذا؟ يا للهول البنت قوية وتتحرك بشكل كويس وفعلا جبارة جت لقطات كانوا يحاولوا كلهم يتبتوها في نفس الوقت ومش قادرين تنطر فيهم من عليها وتستمر وحش كانت راكيل ردريغيس أو راكيل جونزالس أنا دائما أتلخبط في اسمها يعني بيانكا بلير بيانكا بلير بيانكا بلير رواية بروحها هي سوبر أتليت رياضية خارقة اللي دير حي في الحلبة بجدية مفروض صارع البنات مفروض صارع الرجال هذه أعجوبة من أعجيب المصارع في هذا الزمن فبصراحة النزال كان قوي جدا رائع جدا مسلي ما تعرفش في بعض اللقطات من اللي سيفوز نحن كنا من البداية متوقعين أن اللي ستفوز فيها باكي لينش وقد كان لكن ليس بسهولة لا على عكس استمر هذا النزال لمدة 32 دقيقة و 15 الثانية انتهى بفوز باكي لينش بجدارة واستحقاق في رأيه لكن الجميع اللي كانوا في الحلبة باستثناء نيومي قدمنا مستويات رائعة جدا وأنا متوقع أنه حينبطق عن هذا النزال عدوات فرعية حنشوفوها في وسلمانيا سنتكلموا علينا وانت يا خالد في فقرة وبعدين لما نكملوا من عرضنا للمباراة ما تقيمت للنزال خالد؟ مباراة أنا كذلك سأعطيهم مباراة السنة التي فاتت النسائية الميشن شيربك كانت أقوى كانت 6 من 5 لكن حتى هذا كان كويس ما فيه الكفاية ربما عن هذا التحديل لأنه قالوا لهم نقصوا شوية من الشدة متى السنة التي فاتت لكي لا تصبح إصابات أو يحدهم من حصول إصابات أنا هيك تصوري هو بالفعل يخارد موضوع الإصابات هذا الآفة التي تخشاها الدابري دابي التمانية حاجة ثانية لأن أسوأ حاجة ممكن تصير لهم الآن في الطريق إلى رسلمانيا أن يتعرض المزيد من النجوم والنجمات إلى إصابات تقعدهم على المشاركة وتلقبط مخططاتهم من جديد فلهذا بيحاولوا شوية يدخلوا بعض ما لديهم من أجر رسلمانيا مع هذا أنا شايفهم قدموا اللي عليهم زيادة النزال كان رائع بمعنى الكريم ننتقل الآن يا خالد إلى النزال التالي وهو نزال فرق ثنائية ما بين فريقي The Judgment Day اللي هما أبطال الثنيات في الـ WWE الموحدين يعني عندهم The World Tag Team Championship The Universal Tag Team Championship ما حلاش بيدمجوهمش في هزام واحد وخلاص بين فن ودايمين أبوها لكنها شوية عبتية إنها عندك زوز أحزمة وداك عندها زوز أحزمة الأفضل إنها يوحدوا الأحزمة وخلاص يسهلوا الموضوع على أنفسهم على أي حال حيصارعوا خصومهم اللي هو فريق The New Catch Republic Pete Dunne و Tyler Bate Tyler Bate هذا يا خالد شكله very very deceiving يعني لما تشوفه من بره تقول لنا شين هذا؟ ما يعطيش انطباعناه مصارع قوي بينما هو في الواقع أستاذ مصارع و Pete Dunne هو Pete Dunne غني عن التعريف شرير الولد هذا سادي يا جماعة سادي مجرم هذا الولد داعشي بصراحة الحركات التي يأتي بها لما يمسك أصابها أحد خصومه ويبدأ يفرق فيهم بجد هذا مفروض يعطوه في واحدة من السجون يعذب في الناس أو كذا مجرم مجرم Pete Dunne اللي هو خريج نفس المدرسة متاع زاك سايبر جونيور والمدرسة الإجليزية القاسية مارتي سكورل نفس المدرسة نفس المدرسة فضيع بالنسبة لفؤلاء Judgment Day كان معهم مبرة في البداية دومينك مستيريو المزعش وجمهور بيرت الأسترالية سمعوا رأيهم فيه الولد مسكين تهزة 52,590 يعني أسمعوه وسخدانا زي ما نقوله بلاجتنا يعني لما حاول يقدم صحابه على أنهم الأبطال وقعدوا بوينغهم ما اسمعه خير هو يعلم صوته بالميكروفون ما اسمعه في صوته ما اسمعه في صوته ما اسمعه في صوته أنا مش عافى لش الولد هذا مكروه عالميا بهذا الشكل ولكن مامي عندنا عندنا فين بالر اللي هو بالفعل من أساتذة المصارع في العالم وأنا مستغرب أنه مش واخد وضع الذي يستحقه في WWE وديميان بريست اللي له وعليه هو مصارع كويس لكن اللي سببا ما أنا مش قادر أهضمه يعني من بعد ما دار ديك العلاقة مع باد بني قصدي من بعد ما غربه باد بني وأنا مش متقبل للولد بصراحة برغم ذلك الجميع قدموا لنا نزالا جميعا تميرا في حركات وفي متعة وبجد من المباريات السريعة اللي بالرغم أننا الجميع واحنا معهم كنا متوقعين فوز فريق The Judgment Day إلا أن في بعض اللقطات فعلا فريق The New Catch Republic أشعرون أنهم ممكن يفوزوا في هذا النزال يعني هي كانت مباراة تحبس الأنفاس باللفظ هيك كنا في لحظات خاصة لما يحاولوا يعدوا The New Catch Republic يحاولوا أنهم يعدوا على ديمين حسوا أنا خلاص المباراة بتتم نفس الشيء إلى وحدهم مزوز من عليه تحس إلي اللحظة بإنتزعوا الفوز لكن حكينا يا خالد على الفنش هي كانت عمل ثنائي حلو من كل من ديمين ومن فن هو قدر فين أن يدير تاك في اللحظة الأخيرة بسرعة والحكمة شافاتها بعدين هو ديمين زي اللي يحدف Pete Dunn على الأرض يقدر يدير إلى هيك حركة جوية من الحبل الثاني نعم وبعدين فن بذكاء حتى هو دار هذي كالستومب الهوائية على صدر Pete Dunn وبسرعة عد عليه وانتزع الفوز هو ديمين على The New Catch Republic في حركة نيوجيبانية الحقيقة النزال استمر لمدة 17 دقيقة و 25 ثانية بفوز زي ما قلنا فريق The Judgment Day وأنا شخصيا سأقيم هذا النزال بـ 4.5 بالفعل 4.5 استهلها وكانت مباراة معاود ونكرر تحبس الأنفاس كويسة جدا شعرت أن في نهاية المباراة كانت عنده زي إصابة في إيته اليمنى كان عاجز حتى عن رفع الأحزمة في النهاية مش عارف إذا كان جزء من ستوري أنه هو يبيع في الحركات التي كان يديل فيها Pete Dunn وتفريق الأصابة وإلى آخره ولا فعلا كان مصاب بعد السقطة دادها في الفنش لا أنا نقول أنه هو يبيع أنه يبيع في الإصابات لأنه عندما تشوف اللقطة Slow Motion لأنه يحشل على يد يد تفلات على الأرض ولم يصير لها شيء فهو صار عمتاز وكان يبيع في الضربات الشديدة متاع Pete Dunn الوحش وتوهي خالد وأصدقاء المستمعين سنأخذوا فاصلا قصيرا وعندما نعوده سنواصل تغطية أحداث هذا العرض من WWE عرض Elimination Chamber فلا تذهبوا بعيدا فاصل ثم نواصل ما الكثيرين لا تدفعون أنه تدفع ثم ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 لأنه أنا خمسة نانسي قنقر 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 الآن يا خالد وقبل هذه الفاركاست السؤال الذي يلقيه الجميع دائما وبعدين تفرجنا احنا على هذا العرض وعرفنا نتائج المباريات التي كنا في الوقت قد توقعناها حتى قبل العرض جميع المباريات توقعنا نتائجها مقدما يعني قبلها بأسبوع وكانت بريدكتبل لكن السؤال الآن وبعدين ما الذي سوف يحصل بعد ذلك أنا حنضب لك مثل يا خالد لكي أوطئ للفكرة عندك وعند عزائنا الجمهور عندما يشاهد أحدنا فيلما عن جيمس باند أو يقرأ مغامراته في رواية من الروايات هو يعرف مقدما بأن جيمس باند سوف ينتصر في قصة ديما يربح جيمس باند السؤال مش هل سينتصر السؤال كيف سينتصر هذا هو السؤال يعني السؤال مش هل بل السؤال كيف بالضبط فهنحن كنا نعرف بأن درو مكنتاير سيفوز في الشيمبر الرجالي وأن باكي لينش ستفوز في الشيمبر النسائي هذا كله كان واضح السؤال الآن ماذا سيحصل فيما بعد ما الذي سوف ينجم عن كل هذا بالنسبة لمباريات النساء أعتقد بأن أمورهم الآن واضحة جدا سيكون لدينا بإذن الله إيو شراي ضد بيلي على بطولة نساء سماكداون سيكون لدينا باكي لينش ضد ريا ريبلي على بطولة نساء روا أعتقد بأن هاتين المباراتين خلاص في الشمطة مش هيتغير فيهم شيء إلا لقدر الله تعرضت إحدى المصارعات إلى إصابة وأنا تمنى ألا يحصل ذلك هذا بالنسبة للوضع النساء ولكن قد تكون هناك عدوات فرعية ستنشى عما حصر داخل الشيمبر أنا متوقع يا خارد بأننا سوف نرى تيفني ستراتون ضد بيانكا برير لأن كانت في الكثير من المناوشات ما بينهما داخل الشيمبر والاثنتان بصراحة سوبر أتليتز بياضيات فضيعات فأنا متوقع أن نشوفهم ضد بعضهم في مينيا مينيا منعبش إذا كانت ستكون مباراة فردية أم أنهم سوف يضيفونها إلى ذلك النزال كل من جي كارغل مثلا مع تيفني ونيومي مع بيانكا برير يكون لدينا تاكتيم ماتش أو بطريقة أخرى بس أنا متوقع يا تاكتيم ماتش أو one-on-one ولكن تيفني وبيانكا برير is a fix for WrestleMania معك حق أنا شايف أن إضافة جيد حتخليها حتى أكبر أنت أولا ما قلت لي مع نيومي وجيد وتولي مباراة تاكتيم هذه حتكون حتى أكبر لكن تبيلها إعداد خاص لابد توا يطلعون جيد في سياق القصة مش عارب كيف حيدخلوها للقصة هذه لكن يتصرفوا لأن طوى ضروري مدى ما حد موسم روسلماينيا إدخالها وإضافتها شيء متوقع يعني بالنسبة لي جيت كارغل ولو أنها بطرة سابقة في A-W ولكن لن يعتد بذلك هم قاعدين يجهزوا فيها من أجل أنها تكون مهيئة لحلبة الـ W-W ولا أعتقد منهم سوف يضعونها منذ البداية في مباراة فردية في روسلماينيا فوضحها داخل تاكتيم ماتش حماية لها وأيضا تعليم لها فأعتقد بأن بدايتها ستكون في أتاكتيم هذا قد تكون بيئة آمنة بالنسبة لي جيت كارغل أنها تكون مع مخضرمات زي بيانكا برير ونيومي تيفني أيضا تعتبر حديثة نسبيا إحنا كنا أعطيناها روكي في دير عوانين كنت أعطيتها روكي في دير للسنة الماضية غير مازالة جديدة في المين راستر قد يكون ضغط كبير عليها أن تحطها في مباراة فردية في روسلماينيا أيضا وضحها أن تاكتيم حيحميها من الكثير من الأخطاء التي قد تقع فيها فهذه واحدة من النزالات الليلية متصورها قلنا ألاي نايت حيتواجه مع إي جاي ستايز أعتقد بأن هذا موضوع انتهى هو الآخر وسيكون أحد نزالات روسلماينيا يتساءل الكثيرون لماذا لم يكن جونتر موجودا في إلمانيشن شيمبر جونتر لم يذهب معهم إلى أستراليا لأن الوضع التأشيرا متاع في الولايات المتحدة لا يسمح له بالمغادرة هو قاعد الآن يجري على موضوع الجرين كارد والإقامة دائمة في الولايات المتحدة وعطينا مدة لا يستطيع فيها مغادرة في الولايات المتحدة فهو الآن ضمن تلك الفترة فمد الشيغاتر لهذا السبب لم يسافر ولكن أعتقد بأننا سوف نرى جونتر في روسلماينيا يدافع عن لقبه السؤال ضد من؟ ما أعتقدش ضد جي أوسا لأن جي أوسا الآن مرتبط مع جيمي أعتقد حنشوفهم ضد بعض وان عن وان أعلم أظن جونتر أنا متوقع يا خالد إما ضد شاد جايبل وأعتقد أنه سيكون رائع لو شاد جايبل يرعب ضد جونتر في روسلماينيا أو ضد سامي زين شي تتوقع عنده؟ شاد جايبل هي الأقرب خاصة أنه خاد مباراة ممتازة مع آيفار في واحدة من الحلقات الأخيرة هي الحلقة اللي فاتت قبل اللومينيشن تشيمبر بتصوري أنه خصمه الجاي وحتكون مباراة أسطورية وهذه إذا حصلت يعني إذا فاس تشاد على جونتر هذه حطته مصدقية وأي ما مصدقية وأيضا يا خالد هيحافظوا الدبي دبي على اللي يديروا فيه في كل عشرة سنوات أن البطل الذي لا يتوقع أحد أن يفوز أنه فعلا يتمكن من الفوز على ظروف مستحيلة ويحرز أحد البطولات فاتخيل لو أن تشاد جايبل هذا الشاب الذي لا يتوقع أحد أنه قادر على تحقيق هذا المستحيل يحقيقه ضد الوحش جونتر أعتقد أنها ستكون لقطة جميلة جدا في رسلمانيا فأنا معاك أنا متوقع أنه سنشوفه تشاد جايبل ضد جونتر في رسلمانيا هذا يفتح الباب قدام سامي زين وماذا سوف يفعل وأنا عندي توقع من خارج الصندوق بالنسبة لي أخونا سامي أنا أعتقد بأنه بطريقة ما الله أعلم كيف سيدخل سامي في نزال سات برالنز ودرو مكينتاير سيكون هذا حلو وأننا نتمنىها لو صارت أي أننا نتمنىها ونتمنىها يفوز لو صارت ستكون حاجة حلو ستكون حاجة رائعة في هذه الحالة خالد توقعي أن سيوم بونك سيفسد على درو درو الذي قتل أحلامه في أنه يكون في بطريقة ما يغضر بدرو مكينتاير يخرجه من النزال أو يسبب له في الخسارة ويتمكن سامي زين مثلا من تتبيت سات رالنز يصبح هو البطل وحقيقة سامي يستحقها بعد هذه المدة الطويلة جدا هو يكافح في الدبي دبي وسات رالنز يتحصل على فرصة للراحة والاستجمام من الإصابات الكثيرة التي كان يعاني منها في موضوع تاني نبي نسألك عليه حين كنا نتفكره بأن راندي أورتندار قاضي يعني مدمرة لدرو مكينتاير في المنشين شامبرو كان على هيكي وكان هو اللي بفوز لكن لوغن باول يفاجأ الكل أنه يأخذ البراس ناكل أو البوني حديد ويضرب بها وجه راندي وطبعا درو انتهز الفرصة هذه وعد على راندي أورتن وفاز عليه شنو توابيره يصير هو بالفعل فتحه علامة استفامة كبيرة على موضوع لوغن باول راندي أورتن وكيفين أوينز لأنه وضح لكيفين أوينز ما زال القصة مع لوغن باول لم تنتهي مرواش غليلة منا يعني وفي الآن نفسه بادية مشكلة ما بين لوغن باول وراندي أورتن هل يكون الحل بوضع التلاتة في نزال تولاتي لا أتمنى ذلك لا أتمنى ذلك كلها نزالات تولاتية نزالات تولاتية تقول توني كان هو اللي يكتب في القصة فما تتمنهاش ما تتمنهاش كيف بيديره مع لوغن باول هذا هو السؤال والرابح يتحصل على فرصة للتحدي على بطولة الولايات المتحدة ضد لوغن باول تفهم بالنسبة لي هي فكرة هي فكرة بالفعل لكن وفي حالة ما مش راندي مع لوغن باول من ممكن يكون خصم راندي أورتن هو توا احنا فكرنا في العرض يعني لما كنا نتوقعه أنا قلت يما خصمه بيكون ألي نايت يما بابي لاشلي لكن يقولنا ألي نايت خلاص معي جاي سايت تذكرتها مع إي جاي ستايلز وبابي لاشلي عنده خصومتها الخاصة مع أصدقاء The Three Prophets أرباح الشارع مونتاز وأنجلو ضد كاريان و The Authors of Pain فهذا يخلي راندي أورتن شاغر بدون خصومات تخيل لو يحطوه مع جون سينا أنا عارف أن الفكرة قد تبدو غريبة بالنسبة للبعض لكن الأخبار التي نمت إلي في اليومين الماضيين أن WWE قاعدين يحاولوا يدولوا لجون سينا على دور يؤديه في رسلمانيا أربعين إذا كان راندي أورتن فاضي ما عندهش نزال واضح قد يكون فكرة جيدة نحطه جون سينا ضد راندي أورتن هذان المصارعان الذين لم يتواجه قط one on one في رسلمانيا قد يكون نزالا جميلا خاصة جون سينا الآن يدنو من نهاية المسيرة في الحلبات أنه يودع في نزال مع راندي أورتن هو أنا ما نحبهاش الفكرة لكن بالنظر إلى وضع راندي وبالنظر إلى الإكلام اللي أنت قلته عن جون سينا يا إما هذه يا إما ندبرو لقصة مع لوغن بول معناش اختيار ثالث يعني ما لو حطيته مع لوغن بول يبعد السؤال كبنونس شين حيصنع في رسلمانيا يبدو أن احتمال جون سينا هو الأقرب للمنطق حنشوفه من ذلك الوقت نشوف الآن يا خالد علامة الاستفهام الكبرى اللي محيرة جميع متابعين مصارة المحترفين في العالم ماذا سوف يفعلون بـ The Rock Roman Reigns Cody Rhodes Seth Rollins هل سنرى متراً في الليلة الأولى نزال ما بين Cody Rhodes The Rock One on One والفائز متراً يتأهل نزال مع Roman Reigns طب هو مش أوردي حدده أو بالفعل حدده أن الخصومة حتكون بين Cody وRoman بالضبط يعني حشر The Rock في الموضوع بصراحة يعني كان شيء غير مطلوب على الإطلاق لأنه لخبط الدنيا فالآن هل سنرى Cody and The Rock في الليلة الأولى وبعدين Cody وRoman في الليلة الثانية ولا سنرى في الليلة الأولى Cody و Seth Rollins في نزال تنائي ضد The Rock وRoman Reigns وبعدين في الليلة الثانية Cody وRoman One on One علماً بأن Seth already عنده نزال في The Main Event من نفس الليلة يعني شين هيدلوا بالظبط مش فهم أمنى أحدهم Steps Up ويواجه The Rock ويطلع من هالموقف الصخيف وهذا اللي نتمنىه بصراحة أن نتمنى أن Triple H بيكون صراحة ينيب شخصاً عنه باعتبار أنه للأسف حالة الصحية لا تسمح لكن ينيب شخصاً عنه ويقول لأ أنت طلع Rock من القصة يجيب ل Stone Cold ستي باستن يجيب ل نيك ألدس يجيب لمن يجيب ويقول لأ أنت واجه The Rock وريحنا من همة وكودي ينفرد ب Roman Reigns One on One وننهو هذه القصة أيما كانت بطريقة منطقية المشكلة أن المؤتمر الصحفي هذا ما أجابش على أسئلة أضفنا أسئلة جديدة زي ما احنا قلنا بكري يعني ولكن جمال الموضوع يا خالد أنه يجعلنا نشاهد Raw ونشاهد SmackDown ونتابع ونكثب جميع هذه الأحداث وحتكون لنا أنا وانت يا خالد إن شاء الله وجمهورنا جلسة أخرى نناقش في هذه الأشياء وهذا ما يديم حبل الوصال ما بيننا جميعا فهذا الحلولي في الموضوع شفت الواحد يحاول ينظر إلى الجانب المضيء من الأشياء لو أنت شايفها هيكي ممكن لكن أنا فكر زاوية الحاجة اللي دارتنا الصدق أنا هذه اللي نمركز عليها تول اللي شفناه واللي زادلنا حيرتنا أكتر هذا اللي نمركز عليها لكن نظرتك أنت كويسة وجهة نظرك كويسة على كل حال خالد وأعزلنا المستمعين أعتقد بأن لدينا معد آخر في الأسبوع المقبل من مشاءة الله سبحانه وتعالى واتحاد AEW الذين سوف يقيمون عرض Revolution هذا العرض اللي يعني يمكننا نسميه شر لابد منه أن لولا نزال Sting الأخير الذي سوف يشهده هذا العرض لما كنت مهتما به كثيرا لكن حقيقة التي يجب أن أعترف بها Sting واحد من الفيفورت بالنسبة لي يعني بعد برات هارت وماتشو مان Sting قره he's up there بالنسبة لي أنا ومستحيل أنه يخوض نزالها لخير ولو تابعه فيه فبإذن الله سنتابع عرض Revolution خارد هل ستكون معي في التغطية وفي التحليل سعى الله إذن عنا The Phenomenal الخارد الشريفة معنا بإذن الله أصدقائنا في الأسبوع المقبل أكبر أحد شركة لكنه سيكون معنا بإذن الله في حلقة الأسبوع المقبل من هذا البودكاست فنتمنى أن نلتقي جميعا على خير في ذلك الموعد سنشاهد بإذن الله عرض Revolution ثم نقدم لكم بإذن الله تحليلنا له بالنسبة لتوقعة العرض بإذن الله أيضا ستكون في فقرة من بودكاست في الحلبة الحلقة المقبلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى يعين الله المعين قالت أنا استمتعت كثيرا بوجودكم معي في هذه الأمسية الشتوية الممطرة والجميلة Of course بإذن الله كما أشكر جميع مستمعين الذين كانوا معنا في هذه الحلقة التي أرجو أن يكونوا قد استمتعوا بها إذا كان الأمر كذلك أتمنى أن يتكرموا علينا بترك علامات الخمسة نجمات في الأبس والطبيقات التي تستمعوا إلينا من خلالها علامات الخمسة نجمات تلك تساعد هذا فاكس كثيرا على النمو والانتشار والوصول إلى أفاق أبعد إذا كانوا يسمعوا فينا من خلال يوتيوب فما ينسو شديدوا لايك سبسكرايب شير تفعيل جرس التنبيهات لكي تصلهم الإشعارات بالحرقات الجديدة أولا بأول كلموا أصدقائكم ومتابعيكم على وسائل التواصل الاجتماعي عنها واخبروهم بأنه عندما ينتهي العرض وتسمعون جرس النهاية فإن المتعة نفسها لم تنتهي بعد أنه يحلو الكلام بعد جرس الختام أووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو I did it وغصبًا عن جواهن وحburger موسيقى